اشتركوا في القناة سورة الروم من الآية الأربعين إلى الآية الخامسة والأربعين قبل أن نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي من أتقن تلاوة القرآن فإنه في منزلة السفرة الكرام البررة من السفرة الكرام البررة هم الملائكة لدينا الآن تنبيهات قبل أن نبدأ التلاوة نذكر بها أن تكون متابعاً للمصحف لماذا؟ لترى رسم الكلمة لأن أحياناً هناك كلمات قد تخالف الرسم الإملائي رغم أنها فصيحة النطق لكن رسمها يختلف لذلك ركز في المصحف أيضاً عند النطق هناك كلمات سنتدرب عليها ركز على كيفية النطق تركيز صحيحة ليسهل عليك نطقها أيضاً عند التطبيق والقراءة والتكرار والترديد تكون بتأني لماذا؟ حتى لا تضيع بعض الحركات أو بعض الحروف بسبب الاستعجال أيضاً انتبه إلى علامات ضبط المصحف التي معرفتها تسهل عليك التلاوة وكذلك أيضاً معرفة أحكام التجويد التي درستها نركز من العلامات هذه علامة السكون وهي أيضاً علامة لأي حرف مظهر وكذلك هذه العلامة الألف الصغيرة هذه علامة المد تجدها بعد أي حرف دليل على وجود الألف أيضاً هذه علامة المد تأتي في المد المتصل والمنفصل واللازم وبعض المدود لا يوجد فوق هذه العلامة لكن تنتبه لهذه العلامة دليل على المد أيضاً تنتبه لأي ميم أو نون مشددة تغنها بمقدار حركتين مثلاً تقول ثم إن ثم إن تنتبه إذا قرأت بتأني ستنطقها نطقاً صحيحاً أيضاً تنتبه لعلامة الميم الكاملة هذه سواء كانت فوق النون أو عند أحدى علامات التنوين هذه دلالة على حكم القلب أو الإقلاب فتقلب النون ميم وتقلب التنوين هذه النون تقلبها أيضاً إلى ميم هذا حكم القلب فذلك تنتبه لأحكام التفخيم والترقيق سواء كانت في الراءات أو في لام لفظ الجلالة وما شابه ذلك من الأحكام أيضاً في مرحلة التعليم والقراءة تنتبه أن تقف عند رؤوس الآية الآية إذا انتهت تنتهي برقم أريد منك عند القراءة والتطبيق أن نقف هنا حتى تأخذ نفس ثم تبدأ الآية التي بعدها لأنك إذا وصلت قد ينقطع النفس فتضيع بعض الحروف أيضاً تنتبه لعلامات الوقف التي أخذتها صلا قلا والجيم كلها جائز الوقف لكن صلا معناها الوصل أو لا قلا الوقف أو لا عكسها والجيم جواز الحالتين الوصل أو الوقف لكن الأفضل لك في مرحلة التعليم تقف عند هذه العلامات حتى تأخذ نفس وتكون قراءة قراءة صحيحة أول ما نبدأ في الآيات نأخذ بعض الكلمات المهمة ونتدرب على نطقها لاحظوا الآن الميم المشددة ثم وكذلك موجوده هنا ثم وأيضاً هنا ثم ثم بمقدار حركتين الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم 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 مع القراءة بتأني ستنطقها نطقاً صحيحة أما الاستعجال قد لا تعطي الميم حقها وحق هذه الميم لدينا ميمان ميم ساكنة وميم متحركة مفتوحة لذلك وضع فوقها شدة فكل ميم لا بد أن تعطيها حقها من الغنة ثم ثم كذلك الميم الثاني هنا أيضاً مشددة وَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ عَمَّا عَمَّا يُشْرِكُونَ لاحظوا الألف عَمَّا يُشْرِكُونَ إذن هذه الميم أيضاً تعطيها حقها من الغنة عَمَّا يُشْرِكُونَ لاحظوا الآن ميم ساكن وبعدها باء هذا الحكم إخفاء شفوي أي تخفي الميم مع الباء لنذيقهم بعضاً لاحظ تطبق الشفتين تبدأ بالميم ذيقهم وتنتهي بالباء لنذيقهم بعضاً لنذيقهم بعضاً الذي عملوا عفواً ليذيقهم ليذيقهم بعضاً ليذيقهم بعضاً إذن تنتبه الميم بعدها الباء ليذيقهم بعضاً إخفاء شفوي لاحظوا الآن الباء هنا ساكنة قلقلة ما حروف القلقلة أحسنتم قاف طاء باء جيم دال مجموعة في قطب جد سواء كانت ساكنة في وسط الكلمة أو وقفت عليها بالسكون فإنك تقلقلها في كيف تنطقها؟ قبل قبل من قبل من قبل كيف كان عاقبة الذين من قبل لاحظوا الكلمة هنا هذه ياء ولياء مفتوحة يأتي يأتي هذا السكون يأتي فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يأتي هذه يأتي يأتي ليست مدية ليست مدية يامتحركة يأتي لاحظوا هذه الكلمة يصدعون يصد ن Rot يصد تنظر يومئذ يصد يصد دعون ساة والدال كلها هما مشددتين مفتوحتان أيضا يصد لاحظة الآن عندنا الدال ساكنة ما حكمها نعم صحيح قلقلة ولقد وهذه الراء ساكنة وقبلها مفتوح ما حكمها صحيح مفخمة الراء ولقد أرسلنا لا تقول أرسلنا أرسلنا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا لاحظة كلمة السماء فيها مد ما نوع هذا المد في المد وبعدها همز نعم صحيح مد متصل أربع وخمس حركات فيبسطه في السماء كيف يشاء سماء يشاء كسافا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله كسفا فترى الودق الدال هنا مقلقلة لا تقول الودا فتفتح ودا الودق تقف قليلا لكن لا يظهر الوقف لكن تقف لأجل السكون الودق 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 لا تحركها فتقول الودا الودق الودق معنى هذه الكلمة الودق المطر كسفا أي قطعا متفرقة فتثير سحابا يعني يكون السحاب ماذا يثير الرياح فيتفرق كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من بين السحاب من خلاله ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله لاحظوا هنا قبل من قبلي من قبل اللي مكسورة ليست قبل قبلي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم هذه مجموعة من الكلمات كررناها وأعدناها لنتقنها نطقانا صحيحا الآن نرجع لتلاوة الآيات من هذا المقطع أرجو منكم المتابعة وأيضا الترديد معي لننطقها نطقا صحيحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الآن بعد أن تعلمنا بعض الكلمات وتلونا أيضا الآيات أعد المقطع مرة أخرى وكرر حتى تتقن ثم استمع الآيات إلى قارئ متقن أيضا طبقها وكرر حتى تكون قراءة القراءة صحيحة أسأل الله لكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبيه محمد